جملة برضو عليك ولو الدين جه بعد هيتحسب له قيمة حالية ولو جه في نفس التاريخ يتحسب له قيمة اسمية زي ما هو يعني ملهوش اي تغيير طيب تعالى مع بعض كده نشوف هذه التمارين او بتتحل ازاي وتعالى واحدة واحدة وافقرك بس كمان ان لو الدين جه قبل تركز في الاسمة دي كويس لو الدين جه قبل تاريخ الاتفاق يتحسب له جملة اهو الدين جه قبله يتحسب له ايه جملة ولو الدين جه في نفس تاريخ الاتفاق قيمة اسمية كما هو تفضل سين ولو الدين جه بعد تاريخ الاتفاق يتحسب له ح او قيمة حالية اللي هي مستخرج جدول التاني وطبعا كلنا عارفين ان الجملة من المبلغ الاول طيب خد بالك معايا فبعد التمارين اللي هنحلها دلوقتي ونشوف التمارين عاوز ايه الراجل بيقول لي شخص مدين بالديون الاتية ركز كويس جدا في التمارين ده ده تمارين خفيف وسهر وهيبتدي نصعد التمارين لحد ما نوصل ان شاء الله ان شاء الله ان ما فيش تمرين استبدال الديون يقف قدام حضراتكم شخص مدين بالديون الاتية 18000 جنيه تستحق الدفع في 1-1-2017 تاني معايا هو شخص مدين بالديون الاتية 18000 جنيه تستحق الدفع في 1-1-2017 وعشر تلاف جنيه تستحق الدفع في 1-1-2020 وستاشر ألف جنيه تستحق الدفع في 1-1-2020 قبل ما كمل كراس التمارين عاوز ايه عندي كم دين قديم ردي كده معايا واحد اتنين تلاتة تلات دين قديمة 18 وعشرة وستاشر ألف يبقى الدين القديمة كنت عندي كام 18000 وعشر تلاف وستاشر ألف ده يستحق في 2017 ده يستحق في 2020 ده يستحق في 2025 وفي واحد واحد من سنة 2020 ولم يكن قد سدد الدين الأول اللي هو بتاع الفين وكام وسبعتاشر اتفق مع الداء على سداد هذه الدين مرة واحدة على أن تتم التسوية بمعدل فايدة مركبة وخصم صحيح مركب 12% سنويا احسب مقدار ما يسدده الآن حقرأ التوريب معك تاني بسرعة وركز في اللي أنا عايزة ووصله لك الراجل ده كان عليه 18000 تستحق في 2017 وكان عليه عشر تنف تستحق في 2020 وكان عليه 16000 تستحق في 2025 وفي واحد واحد 2020 احنا النهاردة كده تاريخ الاتفاق بتاعنا واحد واحد 2020 ما كانش يسدد الدين الأول بتاع 2017 ويسددتش أي حاجة لسه عمل قاعدة واتفق في التسوية دي على أنه يسدد كل الفلوس سواء بتاع 2017 أو بتاع النهاردة أو حتى بتاع سنة 25 هيدفعه النهاردة بمعدل تسوية للخصم الصحيح المركب والفايدة المركبة بـ 12% احسب مقدار ما يسدده الآن علشان تحل كويس لازم الأفضل ليك أنك تعمل حاجة اسمها خط الزمن إيه خط الزمن ده تعال معايا ونشوف التمرين ده هيتحل إزاي واحدة واحدة بس عايزك تمشي معايا واحدة واحدة ما تستعجلش مش بسرعة الحل مش بسرعة الحل أنا عايزك تحل بطريقة سليمة وبطريقة إن شاء الله مختصرة أول حاجة فكرنا فيها إن احنا نعمل حاجة اسمها خط الزمن ده خط الزمن ده كان فيه دين يستحق في 2017 وده كانت قيمته 18 ألف ده أول دين عندي ودين تاني يستحق في سنة 2020 وده كانت قيمته 10 ألف ودين تالت يستحق في عشرين خمسة وعشرين وده كان قيمته 16 ألف أهم بص كده معايا الدين الأول في 18 ألف يستحق في 2017 والعشر تلاف يستحق في 2020 والستتاشر ألف يستحق في 2025 برهتك خالص ما تستعجلش على الحل شوف تاريخ الاتفاق كان يوم كام اللي وفيه 11 ألفين وعشرين هو ده تاريخ الاتفاق ياريت نظلله نظل تاريخ الاتفاق كده أهو تاريخ الاتفاق بتاعي كان 2020 قلقى إن 18 ألف جت قبل لتاريخ الاتفاق بكم سنة 2017 من 2020 جت قبله بتلات سنوات وهلقى إن العشر تلاف جت في نفس تاريخ الاتفاق وطبع إحنا قللين نفس يبقى كما هو وقبل يبقى جملة جدول أول وآخر حاجة 2025 ده بعد 2020 يبقى 16 ألف جت بعد تاريخ الاتفاق يعني قيمة حالية يعني إيه قيمة حالية يعني جدول تاني يبقى أنا حددت مين قبل ومين نفس ومين بعد على خط الزمن تعال بقى نتكلم عن الديون الأديمة كم دين عند حضرتك تلات ديون الدين الأول قلت لي كان 18 ألف جي قبل فيتحسب له جملة كم سنة تلات سنوات بمعدل كام كان قيل لك بمعدل 12% أهو يلا كده مع بعض هات معدل 12% كده من الجدول المالية افتح كتابك افتح الكتاب وهات معدل 12% عند الجدول الأول قدام ثلاث سنوات هتلاقي واحد علامة أربعين تسعة واربعين اتنين تمانية أهي اضرب بالقلة الحزبة يبقى الثمنتاشر دول هيبقى معاك 25 ألف 200 88 و7 من 10 ده كده جملة الدين الأول طيب الدين الثاني اللي هو كان كام كان 10.000 ده جي نفس التاريخ يفضل كما هو 10.000 يبقى الدين الأول عشان جي قبل حسبنا له جملة كانت كنته 18 الجملة وصلته 25 28 كلام كويس جدا الدين التاني العشر تالف جملة نفس التاريخ هعمل ايه ينزل زي ما هو ولا جملة ولا قيمة حالية ولا اي حاجة خلاص العشر تالف تبدأ العشر تالف طيب بالنسبة للدين التالت يا مستر ده الدين التالت اللي جي بعد اللي حضرتك قلت قيمة حالية يعني جدول تاني طيب بس بعد بكام سنة بقى بعدها من عشرين عشرين لعشرين خمسة وعشرين خمس سنوات يبقى دي كده كان الجدول أول يبقى ده 16 ألف في الجدول التاني اللي هو عند خمس سنوات وتحت اتناشر في المية يبقى هتقول الستاشر ألف دي لما جيب مستخرج جدول اتنين يطلع عندي تحت اتناشر قدام خمسة يطلع علامة خمسة ستة سبعة اربعة اتنين ستة تمانية اضرب بقى بقى ستتاشر ألف في علامة خمسة ستة يطلع معاك تسعة تلاف وتمانية وسبعين علامة تمانية من عشر او اتنين وتمانين من مية ده كده قمت المبلغ الاول القيمة الحالية جملة المبلغ الاول وقيمة الاسمال التالي والقيمة الحالية للمبلغ التالت انا كل اللي عاوز منك كنت عايز يسدده المدين هتقول بقى بمنتهى البساطة مقدار ما يسدده المدين كام هنجمع التالت مبلغ دول يطلع معاك اربعة واربعين الف تلتمية سبعة وستين علامة خمسة او علامة اتنين وخمسين كده انت قدرت تحصل على مقدار ويسدده المدين عايز هراجع تاني التمرين ده معك وقولك ايه اللي حصل بقى هنا حضرتك كان معك او كان عليك تلات ديون تلات ديون اللي عندي كانوا 18000 تستحق في 2017 وعشر 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 تلاف تستحق في 2020 وستتشر ألف تستحق في 2025 وفي واحد واحد 2020 لم يكن قد سدد الدين الأول يبدا تاريخ الاتفاق 2020 اللي هي بتاعة الدين اللي في النص واتفق مع الدائن على سداد هذه الدين مرة واحدة على أن تتم التسوية بمعدل فايدة مركبة وخصم صحيح مركب 12% سنويا احسب مقدار ما يوسدده المدين هنا الراجل عليه ثلاث ديون واحد 2017 واحد 2020 واحد 2025 اتفق مع الدائن في 2020 اللي هو تاريخ استحقاق الدين الأوسط على أنه يسددهم كلهم مرة واحدة ففيه دين كان في 2017 ما تدفعش يبقى هيدفع قيمته جملة عشان هو ما دفعهش في معادة يطلع 25288 بدل 18 والدين التاني في نفس التاريخ يطلع عشرة الدين التالت بقى لسه ما جاش خالص فزي مع حسبنا لك جملة هنا اللي لازم تاخد خصم وقيمة حالية هنا الستاشر دفعتهم كام تسعة ثلاث ثمانية وسبعين فقط هنا مقدر ما يسدده مجموع المبلغ الاول والتاني والتالت يطلع 440 357 واتنين وخمسين من مية ده كان تمرين من التمرين الهمة جدا جدا بس ما كانش فيه دين جديد للمبلغ الاول ما كانش فيه دين جديد لمجموع عشان اتعامل معه مع المبالغ القديمة فهو كان يسدد الفلوس بتاعته كلها في تاريخ الاتفاق فكنا عايزين نعرف مجموع ما يسدده المدين طيب فيه فكرة كمان جميلة جدا جدا وسهلة جدا وده تمرين كتاب المدرسة وطبعا الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي لأسرة التوجيه لأسرة التدريس للطالب لوضع الامتحان لاي حد في الدنيا الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي بتاعنا فما تجيبش اي افكار من برا الكتاب المدرسي غير مقررة عليك وتحاول تحلها لأ التزم بأفكار الكتاب المدرسي لان الكتاب المدرسي هو المرجع بتاعنا كلنا عندي فكرة جميلة جدا كان جايب تلت جايب دين دينين قدام دين قديم ودين قديم وحصل تاريخ اتفاق ان هما ما يدفعش دلوقتي ده هو يعمل كمبيانة جديدة يدفعها بعدين تاريخ لاحق هنا ايه اللي هيحصل لازم احسب القيمة الحالية للديون القديمة وبعد ما احسب القيمة الحالية للديون القديمة احسب القيمة الحالية للديون الجديدة وبعد ما احسب القيمة الحالية للديون الجديدة هيكون عندي السين مجهول اقسم قيمة الحالية للديون القديمة على مستخر الجدول التاني على طول الدين القيمة الاسمية تعالوا نشوف كده التمرين اللي معنا ونشوف هيتحل ازاي بيقول لي تاج المدينة بالديون القتية 20 ألف جنيه تستحق الدفع بعد 4 سنوات 20 ألف جنيه تستحق الدفع بعد كم سنة بعد 4 سنوات من اليوم خلي بالك قالك تستحق الدفع بعد 4 سنوات من اليوم و30 ألف جنيه تستحق الدفع بعد 6 سنوات من اليوم يعني التاريخ ده وده لسه مجاش وطالما بعد يبقى قيمة حالية على طول اتفق اليوم مع الدائن على الآتي يدفع له نقدا مبلغ 7683 و 17 من 100 يبقى هيتدي له في تاريخ الاتفاق النهاردة مبلغ ويقول له الباقي بقى معنا كان عليها 20 و 30 يعني 50 ولسه معدهم مجاش بقول له احنا نقطع الكمبيالتين دول وتاخد 7683 و 17 واكتب لك الكمبيالة جديدة بالمبلغ المتباقي عايزين بقى نعرف الكمبيالة الجديدة دي هتبقى قيمتها قد ايه تعال شوف معايا كده التمرين هيمشي ازاي نقرأ التمرين تاني بهدود تاجر مدين بالديون الآتية 20 ألف جنيه تستحق الدفع بعد 4 سنوات من اليوم و30 ألف جنيه تستحق الدفع بعد 6 سنوات من اليوم اتفق اليوم مع دائنه على الآتي يدفع له نقدا مبلغ 7683 و 17 من 100 ويحرر له بالباقي كمبيالة تستحق السادات بعد كام سنة بقى 8 سنوات يبقى الراجل ايه دي يكسب وقت ازياد من الاربعة والايه والستة ده بعد المدة خليها كام 8 سنوات بعد كده عاوز ايه قال له هتتم التسوية بمعدل 11 و 4 من 10 في المية سنويا للفايدة المركبة والخاصم وعايزين نعرف القيمة الاسمية للكمبيالة الجديدة قبل ما اعمل اي حاجة افتكر ان كلمة بعد كلمة بعد قيمة حالية لو الدين جي بعد تاريخ الاتفاق اذا يحسب له قيمة حالية علشان كده انا عايزك تركز قوي 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 معايا هنا مش هنعمل خط زمن ولا حاجة لان اقول لك بعد كلمة بعد على طول قيمة حالية يبقى دي هتكلم في الديون القديمة الاول جيه بعد فيتحسب له حا القيمة الحالية بتاعديني الاول حضرتك كنت بتقول لي عشرين الف تستحق بعد اربع سنوات اهي يبقى دي عشرين الف تستحق بعد اربع سنوات يبقى احسب القيمة الحالية عند اربع سنوات بس خد بالك المعدل حداشر واربعة من عشرة في المية تقول لي ده ما فيش مستخرج للمعدل ده تمام برفو عليك يبقى هنا انا كنت قاصد ان اوريلك ان المعدل حداشر واربعة غير موجود بالجدول تاب والحل هقول لك انا بقى نعمل ايه على طول لو فاكر معايا اهو الديون القديمة فاكر لما كنا بنحل الدين الاول حضرتك قلت لي جي بعد يعني قيمة حالية عشرين الف فيه هنحل بالقال الحزبة بقى هنحل بالقال الحزبة ازاي قلت لي واحد والمعدل اللي هو وحداشر واربعة قص ناقص المدة هو كان بعد اربع سنوات بعد كم سنة؟ اربع سنوات يبقى تقول لي قص ناقص اربعة وتحل بقالتك الحزبة الجميلة خالص هتكتب عشرين الف في واحد علامة حداشر اربعة ليه ما حطتش سفر يا مصر عشان المعدل اكبر من عشرة قص ناقص المدة يعني قص ناقص اربعة يطلع معاك على طول بالزبط وبالتحديد اتنشر الف تسعمية ستة وتمانين علامة واحد واربعين ده الدين الاول وكمان الدين التاني جه بعد يعني برضو قيمة حالية الدين التاني كان كام كان تلاتين الف في واحد علامة مية واربعة عشر بس ده كان بعد ست سنين يبقى قص ناقص ستة يطلع على طول معاك بالالة الحزبة خمستاشر الف ستمية ستة وتسعين علامة ستة وسبعين على طول تقول لي القيمة الحالية للديون القديمة اهي قيمة الديون القديمة قيمة الديون القديمة تجمع ده زق ده تجمع القيمة الحالية الدين الاول مع القيمة الحالية الدين التاني يطلع اتنين وتلاتين الف ستمية تلاتة وتمانين وعلامة سبعتاشر من مية قبل ما تفكر في اي حاجة قول ناقص المسدد نقدا يبقى اين لو فيه مبلغ مسدد نقدا لازم يضطرح يبقى ناقص المبلغ المسدد نقدا ان وجد هنا موجود اه طبعا موجود الراجل كان اي لنا يدفع نقدا سبعتلا ستمية تلاتة وتمانين وسبعتاشر نطرحه ده برافو عليك طيب لما هطرح المبلغ المسدد نقدا هيديني ايه هيديني القيمة الحالية للكنبيالة الجديدة للديون او الكنبيالة الجديدة يلا نطرح هنا اتنين وتلاتين الف ستمية تلاتة وتمانين وسبعتاشر شرنا منهم سبعة تلاتة ستمية تلاتة وتمانين وسبعتاشر يطلع القيمة الحالية للكنبيالة الجديدة خمسة وعشرين الف جنيه برافو عليك بس دي قيمة الحالية ايوة يا ممستر رمال في ايه لا ده نطلب منك القيمة الاسمية طلب منك القيمة ايه الاسمية طيب اعمل ايه علشان اجيب القيمة الاسمية اقول لك حالا لو عاوز القيمة الاسمية بيساوي الحالية للجديدة على مستخرج جدوى الاتنين او وعين قس سالب المدة الجديدة قلت لي تب ما هيقيم الحالية الجديدة بكام بخمسة وعشرين ألف على واحد علامة مية واربعتاشر استسالة بكام سنة تمان سنين على طول بالألة الحزبة يطلع تسعة وخمسين ألف ميتين خمسة وتسعين علامة أربعة سبعة يبقى إذن القيمة الاسمية الكيمبيرة الجديدة كام خمسة وعشرين ألف دلوقتي إنما هي قيمتها الاسمية كانت تسعة وخمسين ألف ميتين خمسة وتسعين واربعة من عشرة دي قيمة الاسمية اللي هي قيمة الاسمية للدين الجديد اللي كان عاوزها مسألة سهلة جدا وما تقلقش منها خالص خالص ولكن امشي بترتيب خطواتك في التمرين هتلاقي نفسك بتوصل للي انت عاوزها عندي كمان بعض التمرين المهمة وفكرة من أهم الأفكار اللي عندنا اللي هي ممكن يديلك الكنبيالة الجديدة كمان في التمرين يعني يديلك الديون القديمة كاملة ويديلك كمان الديون الجديدة كاملة يقول لك انا عاوز المبلغ المدفوع نقدا يوم الاتفاق يعني لو هنا طلب المبلغ المدفوع نقدا اعمل ايه؟ اشتغل شغلي طبيعي جدا الاول احسب القيمة الحالية للديون القديمة سواء اتنين او ثلاث ديون دين واحد او دينين او ثلاث ديون هحسب لهم القيمة الحالية لهم كلهم اللي جي قبل هيتحسب له جملة اللي جي في نفسه هيتحسب له قيمة اسمية اللي جي بعد هيتحسب له قيمة حالية واجمع مجموع التلاث ديون او الدينين اللي عندي يديني دي القيمة الحالية للديون القديمة بعد كده اشتغل في الديون الجديدة لوحدها اشوف القيمة الاسمية للديون الجديد في مستخرج الجدول التاني بتاعه واشوف هيطلع كامل بمنتهى البساطة اطرح القيمة الحالية للديون الجديدة من القيمة الحالية للديون القديمة يدي لك المبلغ المدفوع نقدا كده تقدر تحصل على المبلغ المدفوع نقدا بمنتهى البساطة طيب ايه رأيكم ان نشوف تمرين على ايجاد المبلغ المدفوع نقدا وبالمناسبة التمرين ده مشهور جدا في الكتاب وفي الامتحانات السابقة وبعض الطلبة والطالبات طلبوا مننا ان احنا نشرحوا علشان يفهموا اكتر ما هي تمرين سهل جدا وهنجيب المعدل بتاعه في الجدول بقى المرادة عشان نشتغل بالجدول المالية يبقى احنا برضو تدربنا على كل الافقار فكرة الالة الحسبة وفكرة الجدول المالية سواء الجدول الاول او الجدول التاني وكل الافقار ان شاء الله كانت معنا النهاردة سهلة وجميلة عندي تمرين مهم جدا بيقول لي تاجر مدين لاخر بالديون الاتية تاجر مدين لاخر بالديون الاتية 15000 جنيه تستحق الدفع في 11000 و20000 جنيه تستحق الدفع في 11000 و20000 جنيه تستحق الدفع في 11000 2015 خد بالك بقى من التاريخ وحتى 11000 2012 تمام ولم يكن قد سدد الدين الاول اتفق مع الداء على يدفع له نقدا مبلغ ما ما نعرفوش المبلغ المدفوع نقدا مجهول اهو ما نحرفش المبلغ اللي الدفع نقدا ده قد ايه وايه حر لو كنبيالي قيمتها الاسمية 40000 جنيه تستحق الدفع في 11000 2016 وتتم التسوية بمعدل فايدة مركبة 12% سنويا وبمعدل خصم صحيح مركب 11% سنويا يبقى لو الدين قبل هيتحسب له معدل فايدة كام 12 لو الدين بعد هيتحسب له معدل خصم كام 11 خد بالك من الفكرة دي كويس اوجد المبلغ المدفوع نقدا تعالا معايا كده وركز في التمرين السهل الجميل ده احنا عايزين نشتغله ازاي اول حاجة فقارك بها ان لازم نعمل خط الزمن لازم نعمل خط الزمن الراجل بيقول لي 15000 جنيه اهي 15000 جنيه تستحق الدفع في واحد واحد 2008 بيقول له هنا دي سنة 2008 وكانت بتستحق فيها 15000 جنيه و20000 تستحق في واحد واحد 2011 ادي 2011 كان يستحق فيها 20000 و25000 تستحق الدفع في واحد واحد 2015 اهي ادي التالت ديون القديمة ودايما نرسم الديون القديمة فوق بعد بعد كده ايه اللي حصل قال لي وفي واحد واحد 2012 اهو ده تاريخ الاتفاق او التسوية اللي هو واحد واحد 2012 لم يكن قد فد الدين الاول اتفق مع الدين انا ادفع نقدا كذا ويحر لو كنبيلة قيمتها 140000 في 2016 ادي 2016 لو دين جديد ارسمه تحت 40000 طيب خلي بالك بمنتعة البساطة اي حد جي قبل يتحسب له معدل فايدة 12% واي حد جي بعد يتحسب له معدل فايدة 11% طيب معدل خاص احل التمرين ده ازاي وامشي ازاي اقول له اول حاجة ابدأ بالديون القديمة واركز اول دين كان قبل اهو قبل 2012 باربع سنوات والتاني كان قبل 2012 بسنة وحيدة بسنة وحيدة طيب هنعمل ايه هنا اقول لك بالراحة خالص وامشي مع التمرين بمنتهى البساطة وشوف الدين الاول هيتحسب له جملة علشان قبل يبقى خمستاشر الف في جملة كم سنة اربع سنين بمعدل كام برافو عليك قلتلي بمعدل اتناشر لان معدل الفايدة كام اتناشر وده جدول اول يبقى دي الخمستاشر الف وطلع مستخرج الجدول الاول الجميل عندك يطلع واحد علامة خمسة سبعة تلاتة خمسة واحد تسعة يطلع بالزبط وبالتحديد تلاتة وعشرين الف سبتمية واتنين علامة سبعة تسعة انت كده جبت الدين الاول وعرفت ان هو قبل فجبت جبت له جملة اهو ده تاريخ التسوية اهو ده جي قبله طب الدين التاني برضو جي قبل يبقى يتحسيب له جملة هو كمان يبقى عشرين الف حل نحسيبه بلون تاني عشرين الف في مستخرج الجدول الاول عند سنة واحدة بمعدل اتنشر في المية اما من 2011 ل2012 سنة واحدة اما من 2008 ل2012 اربع سنوات يلا طلع مستخرج الجدول الاول قدام سنة تحت اتنشر في المية يطلع واحد واثنشر اضرب يدي لك 22 الف وربعمية لسه فاضل الدين قديم اللي هو الدين التالت الدين الايه التالت بس ده جي بعد يبقى يتحسيب له قيمة حالية هتقول الكام برافو عليك اوعى تحسيب اتنشر في المية ليه مستر لان هنا بمنتهى البساطة الراجل لما جيك هلمك في المسألة قالك ان اللي ييجي قبل يحسيب له فايدة باتنشر واللي ييجي بعد يحسيب له خصم بكام باحداشر فده جي بعد فهيتحسيب له خصم باحداشر في المية وده جدول تاني طيب الجدول التاني تحت تلاتة قدام حداشر تحت احداشر في المية قدام تلاتة يطلع علامة سبعة تلاتة احداشر تسعة واحد اضرب بالقلة الحزبة يطلع خمسة وعشر الف في علامة سبعة تلاتة احداشر تسعة واحد يطلع الكلام ده مع حضرتك بطمانتاشر الف ميتين تسعة وسبعين علامة تمانية وسبعين طيب كده معك كم دين قديم انت جبت قيامهم قلتلي التلات ديون القدام هتقول لي بقى الحالية للديون القديمة اجمعهم اهو ده زائد ده زائد ده يطلع معك كم على طول اربعة وستين الف متين اتنين وتمانين وسبعة وخمسين انا هستأذن حضرتك هاخد الرقم ده ابدأ بالصفحة اللي جاية بس احنا وصلنا لحد هنا هاخد الرقم ده كده اهو اخليه كده بس اهو ادي قيمة الحالية للديون الايه القديمة جبت قيمة الحالية للديون الجديدة وبعدين على طول تروح تجيب الحالية للدين الجديد طب هو الدين الجديد كان كام قلت لي كان اربعين الف طيب كان يستحق بقى في سنة الفين وستاشر اطرح الفين وستاشر اهو الدين الجديد كان اربعين الف ويستحق في الفين وستاشر اطرح الفين وستاشر من الفين واتناشر يطلع اربع سنوات برضو بمعدل كام عشان قيمة حالية بمعدل حداشر في المية واقول لك على طول ده جدول تاني يبقى تضرب الاربعين الف فيه طلع مستخرج الجدول التاني تحت احداشر قدام اربعة يطلع علامة ستة خمسة تمانية سبعة تلاتة صفر تسعة على طول بمنتهى البساطة تضرب بالالة الحزبة يدي لك القيمة الحالية للدين الجديد بكام بستة وعشرين الف تلاتمية تسعة واربعين علامة اربعة وعشرين اعمل ايه كده انا معاه الحالية للقديمة والحالية للجديدة اقول له اذا المبلغ المدفوع نقدا بيساوي الحالية للقديمة ناقص الحالية للجديدة يعني هتطرح الرقم ده هو نطرح منه ده يطلع المبلغ المدفوع نقدا اللي هو هيكون سبعة وتلاتين الف وتسعمية تلاتة وتلاتين علامة تلاتة وتلاتين يبقى احنا انا عارف ان اتمرين كبير شوية بس لو لتبت افقارك ومن الاول بدأنا بالديون الاديمة حسبناها وبعدين حسبنا الديون الجديدة وبعدين طرحنا الاديمة من الجديدة يطلع المبلغ المدفوع نقدا مسألة استبدال الديون من المسائل المهمة جدا 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 فكرتها بايمة ازاي تفهم او انك تفهم الدين ده يتحسيب له جملة ولا يتحسيب له قيمة حالية لو طلب ودي المسألة دي مهمة جدا لو طلب مبلغ مدفوع نقدا على طول لازم تفكر الاول بتجيب الديون الاديمة تجيب القيمة الحالية للديون الاديمة وتحسيبها وتكتب الرقم بتاعها وبعدين تجيب القيمة الحالية للديون الجديدة تحسيبها وتكتب الرقم بتاعها اطرح اللي جي من هنا على نقص اللي جي من هنا او القيمة الحالية للديون الاديمة نقص القيمة الحالية معاك المبلغ المدفوع نقدا. دي كانت بعض الافكار اللي قدرنا نتعامل معها النهاردة في موضوع استبدال الديون. وكمان رجعنا في بداية الحلقة على موضوع الجملة المركبة. وعرفت ان الجملة المركبة جيم بتساوي الف في مستخرج جدول الاول. جيم نون بمعدل عين. او بالآلة الحزبة الجيم بتساوي الف في واحد. والمعدل قس المدة. امت بشتغل بالآلة الحزبة لو المعدل او المدة غير موجود بالجداول المالية. امت بشتغل بالآلة الحزبة لو المعدل او المدة غير موجود بالجداول المالية. وكمان رجعنا على موضوع القيمة الحالية والخص. وعرفت ان القيمة الحالية هي قيمة الدين قبل موعد استحقاقه. القيمة حالية قمت الدين قبل موعد ايه استحقاق وعرفت ان المستخرج الجدول التاني هو اللي بيختص بالقيمة الحالية يبقى عندي جدول اول كان بيختص بمين بالجملة جدول تاني كان بيختص بالقيمة الحالية عندك الجملة او القيمة الحالية عملنا لهم ميكس مع بعض تطبيق جميل جدا اسمه استبدال الديون ممكن يجيب لك تمرين فيه ديون جات قبل تاريخ الاتفاق او كان ممكن يستعيد عن كلمة قبل بكلمة منز لو لو قالك كلمة منزو او كلمة قبل خلي بالك منزو هي قبل قبل ليه يعني كلمة قبل دي بتعرفك ان الدين عدة الدين بتاعنا عدة لما بيجيب لك قبل ثلاث سنوات او منزو ثلاث سنوات الدين عدة فهتحسب له جملة اما كلمة بعد او لم يستحق طبعا بتعرفني ان الدين لسه مجاش بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات الدين لسه مجاش فبنحسب له ايه على طول كنت بحسب له قيمة حالية اما اذا كان تاريخ الدين هو نفس تاريخ الاتفاق خلي بالك نفس تاريخ الاتفاق هنا لا تغيير لو الدين عشر تلاف بينزل قيمته عشر تلاف لو الدين عشرين الف بتنزل قيمته عشرين الف ركز كده في موضوع استبدال الديون وعايز النهاردة ان شاء الله بعد ما تتفرج على الحلقة حل نفس التمارين بتاعتك مرة تانية واحدة واحدة وتابع الحلقة تاني على اليوتيوب واي سؤال يوقف معاك سيبه في تعليق على اليوتيوب وان شاء الله كلنا اه اه اصرة التعليم الفني واصرة قناة مصر للتعليم الفني باذن الله باذن الله هنجاوبك على كل الاسئلة فاي مادة اه شغالين فيها الناس كلها شغالة لخدمة حضرتك وان شاء الله يكون بالتوفيق والنجاح ودايما يا رب يا رب تكونوا بخير ومصر كلها بخير ويا رب يشيل عننا الوباء والبلاء ونكون في احسن حال دايما وتكون مصر في المقدمة دايما دايما وابدا ان شاء الله اه وقت حلقتنا خلص اتمنى ان شاء الله ان التقي بكم على وعد وامل باللقاء كان معكم مصر فاتح عبد الكريم من وزارة تربية التعليم